واتلوا عليه النبى أبني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولن يتقبل من الآخر فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتر لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخذك إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الوالمين وقوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله رابا يبحث في الأرض ليريه كيف نوعي سوءة أخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواي سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل لأنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا ذا فكأنما قتل الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسروا عندما قتل الناس جميعا اكتبوا فسادا أن يقتلوا أو يصله أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفو من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عماهم عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لأستدو به من عذاب أو من القيامة ما تقبل منهم لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لأستدو به من عذاب أو من القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسائق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبانك ألم من الله والله عزيز الحكيم ومن تاب من بعد ظلم وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم 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 شكرا